فضلت الشيخ هل الإبتلاء هناك فرق بينه وبين البلاء أم كلهما واحد بالنسبة للإبتلاء معناه الامتحان وهذا الامتحان يكون ببلاء أي بشدة والبلاء هو الشدة والمصائب فالابتلاء عم من البلاء الابتلاء قد يكون بالنعمة والخير وقد يكون بالابتلاء والشر والضر فكل ذلك ممكن فهو أوسع منه هل هناك أنواع للإبتلاء فضلت الشيخ نعم الابتلاء بحسب ما يبتلى فيه قد يبتلى الإنسان في دينه وشر البلية البلية في الدين ما معنى الابتلاء في الدين حتى نفعله نعوذ بالله أن يسلط إبليس على الإنسان بالوساوس والأوهام وأن تسلط عليه الشبهات وأن تسلط عليه الفتن فيشك في عقيدته ويشك في دينه ويشك في صدق الرسول المرسل إليه ويشك في صدق الكتاب المنزل من عند الله ويبدأ في مهاو الرداء والأوهام التي لا نهاية لها ولا عاقبة لها إلا جهنم عائدا بالله من النار وهذا أقصى أشد بلا عند الله سبحانه وتعالى البلية في الدين ثم بعد ذلك البلية في العقل في المجانين والمعتوهون والمبتلون في أديانهم في عقولهم بليةهم عظيمة لأنهم لا يستطيعون أن يصلحوا دينا ولا دنيا ثم بعد ذلك البلية في البدن بأنواعها منها البلية في الحركة بالشلل ومنها البلية بالآلام الشديدة التي لا يتحملها الإنسان ومنها البلية بالعمى والصمم والبكم ومنها البلية بالأمراض وأنواعها كلها الأمراض البدنية ومنها البلية كذلك في الأهل فيبتلى الإنسان في أهله بالخير والشر فيبتلى بعقوق الأولاد نعوذ بالله والزوجة ويبتلى بالخصام والنزاع في داخل بيته فيكون البيت حيما لا يطاق ويبتلى كذلك بمرضهم ومصائبهم ويبتلى بفسادهم نسأل الله السلامة والعافية وعداوتهم له يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم ويبتلى أيضا في جيرانه فجار السوء في دار المقام هو الذي تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتلى كذلك في أصدقائه وأحبته فكثير من الأصدقاء والأحباء يفقدهم الإنسان إما بموت وإما بهجران أو هجرة أو غير ذلك وكذلك يبتلى الإنسان في وطنه فيضيق عليه فيه ويضطر لمغادرته مع أنه متعلق به في الأصل ويبتلى كذلك في أهل جنسه وأمته فيرى ما فيها من الجراح والآلام والمذلة والهوان وكل ذلك ابتلاءات الإنسان ماذا يقدمه وماذا يفعل وماذا يضحي به وهكذا طيب أفهم من ذلك فضلت الشيخ أن الناس درجات في موضوع الإبتلاء ما هي درجات الناس في موضوع الإبتلاء الناس في الابتلاء درجات عظيمة وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فأيوب عليه السلام تلي 18 سنة بأشد البلاء في بدنه وفي أهله وفي أولاده وفي ماله لم يبقى له أي مال وكان غنيا ولم يبقى له أي ولد مات أولاده جميعا فلم يبقى معه من أهله إلا امرأته وكانت تخدمه وتعمل عند بني إسرائيل فتطعمه من عملها ثم علم الناس أنها زوجة ذلك المبتلاء فخافوا منها ولم يتعاملوا معها بعد ذلك فصارت تبيع قرون رأسها لفتيات بني إسرائيل يتخذنه لعبا فلما رأاها قد قرعت ولم يعد في رأسها شعر غضب من ذلك غضبا شديدا وأقسم له شفاه الله لأنها مئة سوت وبينما هو في تلك الشدة لم يعد له بيت ولا منزل ولا لباس ولا مسكن وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل إذ مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله قال وماذاك؟ قال ابتلاه الله ثمانية عشرة سنة ولم يرفع عنه البلاء فسمعهما أيوب فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ومن حيائه من الله أنه لم يستطع أن يقوله فارفع عن الضر وأيضا في الآية الأخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب نسب الضر للشيطان ولم ينسوه لله جل جلاله أدبا مع الله نصب وعذاب فحينئذ أمره الله أن يركض برجله فنبع الماء من تحت رجله فاغتسل به مغتسل بارد وشراب فبرئ جسمه وعاد ونبت وعاد كما كان في أحسن شبابه وفي قوته وأنزل له اللباس من السماء والطيب فجاءت امرأته فإذا هو قائم فلم تعرفه فقالت أين المبتل الذي كان هنا لعله تخطفته الكلاب ثم نظرت فقالت ما أشبه هذا الرجل بزوجي أيام شبابه فقال أنا أيوب وأمره الله أن يأخذ ضغفا من النخل فيه عدد مئة أثكول فيضرب به ضربة واحدة لا تؤثر على ظهر امرأته حتى يبرد بخصمي لا يحنف وعطاه الله سبحانه وتعالى جرينين أي مكانين لتشبيف الحبوب فملأ له أحدهما ذهبا وملأ له الآخرة فضة وخرج يوما يغتسل في البرية فنسل عليه جند من الجراد من الذهب فجعل يجمعه في ذوبه فناداه الله ألمونك يا أيوب عن هذا قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك وابتلاء الأنبياء كثير عقوب ابتلي في أحب أولاده إليه في سيدنا يوسف وبعده في أخيه وبعد ذلك في كذب أولاده عليه ومخادعتهم له وبعد ذلك في بصره ويوسف عليه السلام ابتلي بالأقربين فإخوانهم الذين رموه في الجب وسلبوه كل شيء حتى سلبوه ثوبه الذي كان يلبسه وبيع بمصر بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ثم بعد ذلك ابتلي في عرضه واتهم ووضع في السهن مع اللصوص مدة طويلة ثم خرج ليكون ملكا على مصر وليكون بيده خزائن وأرزاقها كلها وهكذا الأنبياء جميعا وأشدهم بلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتلي هو والمؤمنون معه في مكة بلاء شديدا دام ثلاث عشرة سنة ومن أشده ما علاقوا في الشعب عندما اجتمعت قريش في محصب بن كنانة وتعاهدوا على مقاطعتهم ومنعهم من الخروج ومنعهم من الشراء والبيع والنكاح فلا ينكحوا منهم ولا يناكحون ولا يبايعون ولا يهدى إليهم فحاصرهم في شعبها بطالب فدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه ومعهم المشركون من بني هاشم وبني المطلب فمكثوا كذلك مدة طويلة حتى كانوا يعصبون الحجارة على بطونهم من الجوع وحدث عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد لا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار وحدث سعد بن بوقاص أنه خرج ليلة من الشعب فوقعت يده على شيء فنفضه فإذا هو جلد فجاء به أصحابه فشووه وأكلوه من الجوع وكذلك ما عذب به بلال وآل ياسر ومن استشهد بمكة تحت السياط والعذاب ثم بعد ذلك كانت الهجرة وما فيها من مهاجرة غادرة الأوطان والأحبة وبعد ذلك الجهاد فرض الجهاد وما فيه من الشدة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما كانوا يريدون القتال أبدا كانوا يريدون مكانا يأمنون فيه على أنفسهم ويتعبدون الله فيه ففرض الله عليهم القتال فكان كرها لهم ولكن الله نصرهم به وكانت المعارك فيها كثير من القتلى من الأحبة كحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحشن بن عمته وقد بقرت بطونهما وخرجت أكبادهما وقطع أنفو بن جحشن وأذناه وهكذا حتى الابتلاء في أهله حادثة الإفك وما يتعلق بها ابتلاء بالمنافقين وبكعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق من اليهود والابتلاء بالهجائن حتى من أقاربه بأبي صفيان بن الحارث قبل أن يسلم وكان يهجوه وهو قريب له وبأم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد الشمس وهي ابنة عمه وزوية عمه وكانت تهجوه وتدعو عليه وتضع الأشواكة والأساخة في طريقه وابتلاء عظيم جدا لكن أشد مشهد من ابتلائه ما بينه الله بوقت الأحزاب فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كان ابتلاءا شديدا في الواقع حتى إنه أنساهم الصلاة في وقتها وبجن الله لهم أن هذا شأن الأنبياء من قبلهم فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ونظر إلى ابتلاءات سيدنا إبراهيم هنا استيأس الرسل ما المعنى لأنها قد يتبدر الذين أن الرسل وصلوا إلى مرحلة اليأس وحاش لا لا المقصود استيأسه بمعنى استبطأ نصر الله والاستيأس معناه الاستبطاء تستبطئ النصر وأنت قرأت لنا الآن في مقدمة هذا البرنامج حديث خباب بن الأردت رضي الله عنه قال يتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله لا تستنصروا لنا لا تدعو لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما كان عليه الناس من قبلهم خليل الله إبراهيم من أحب عباد الله إلى الله جعل اتخذ الله إبراهيم خليل لكن انظر إلى ابتلائه ابتلي بالأقربين حتى بأبيه وبني عمه تمالأوا عليه جميعا ولم يكن تمالأ لمجرد إخراج أو ضرب أو شتم بل رميه في النار ولكن قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وبعد ذلك الابتلاء بالهجرة الشديدة عن الوطن وبعد ذلك بالابتلاء بعصف الملوك وظلمهم نمرود وغيره ثم بعد ذلك بالابتلاء بالأمر بأن يخرج بولده الحبيب الذي ما رزقه إلا على كبر وغمه وأن يتركهما بواد غير ذي سرع لا ماء ولا مرعى ولا طعام ولا شيران ولا أحد يدافع عنه فالسجاب لذلك ثم بعد ذلك أمره ابتلاؤه بأمره في المنام بذبح ولده هذا قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر فحينئذ نجح إبراهيم في كل الامتحانات قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن تمهن معناه مئة بالمئة كانت الدرجة كاملة في كل مادة قال إني جاعلك للناس إماما هذه الجائزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر